وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توافقا بين القاهرة وعمان على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في قطاع غزة وشدد مدبولي على الرفض المصري الأردني القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية كان هناك تطابق كامل في الرؤى في حل هذه الأزمة الغير مسبوقة واللي أكدنا في خلال فخامة الرئيس أكد على موقف مصر الثابت برفض مصر الكامل للتهجير القصري لأشققنا في فلسطين وعلى أخص من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن لأن طبعا أن أي خطوة من شأنها فرض عملية التهجير القصري للفلسطينيين من قطاع غزة ممكن أن تمتد بعد ذلك لاحقا إلى فرض تهجير قصري آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية وبالتالي تصفية كاملة للقضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية